تدريبات السؤال الأول قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألف من المطففون وما وعيد الله لهم به لماذا رسمت اللام متصلة في المطففين والضمير متصلا في أنهم وكاف الخطاب متصل في أولئك جيم أكمل واحد رسمت الل في كلمة الناس نقط لأنها نقط اثنان ورسمت ضمير في كلمة أنهم نقط لأنه نقط دال أخرج كلمة حذفت منها همزة الوصل وأخرى زيدت فيها الواو السؤال الثاني اقرأ القطعة ثم اجبع ما يأتي من رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه قائد جيش المسلمين في العراق أما بعد فأني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب وأمرك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم ألف لماذا رسمت الكاف متصلة في كلمة كعددهم به لماذا رسمت كلمة سعد مفصولة جيم بين سبب رسم الواو متصلة في كلمة تكون دال استخرج كل حرف من القطعة السابقة وبين ما رسم منها موصولا وما رسم مفصولا السؤال الثالث ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي واحد الأصل في الكلمة أن تكتب مفصولة عن غيرها اثنان لله نصلي كتبت اللام متصلة مع ما بعدها لأنها حرف يمكن الوقوف عليه ثلاثة يمكن رسم كلمة بعلبك مفصولا أربعة كل ما يصح الوقوف عليه يكتب موصولا خمسة ممن علمت بنجاحك اقترنت من الاستفهامية في المثال بمن الجارة ستة كل ما لا يصح الابتداء به يرسم موصولا كالضمائر المتصلة والأسماء المركبة تركيبا مسجيا سبعة تحذف ألف ماء الاستفهامية عند وصلها بحرف الجارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر